وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتجغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وكذلك مدير مشروع مستقبل مصر اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة في إطار الدلتة الجديدة وشرق العوينات وتوشكا وصعيد مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في إطار الدلتة الجديدة فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة للمياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتة الجديدة وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبنسويف بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والطرع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيط الغربي جنوب الفيوم وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات حيث وجه السيد الرئيس بتطقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرا لطبيعتها الجغرافية ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل ترجمة نانسي قنقر